بهذا الموقف الامريكي وهذه الدعوة هل من مؤشرات حقيقية في واشنطن بأنه ربما يقترن برعاية أمريكية بمتابعة أمريكية بزيارات رفعة لمسؤولين أمريكيين للمنطقة ربما تذلل العقبات وتمهد الطريق أمام الذهاب إلى هذا الخيار العراقية نعم هناك مزاجية الآن في واشنطن هي الضغط على حكومة ترامب أو إدارة ترامب بالابتعاد تماما عن العراق وبالذات عن شيعة العراق لأنه يعني حسب النظرة في واشنطن أن الشيعة هذا حسب نظرة في واشنطن ليس رأيي أن الشيعة ارتموا في أحضان إيران وأصبحت يعني نحن نرى المظاهرات دائما كلا كلا أمريكا وحرق العلم الأمريكي ولكن هذه المرة لا توجد هذه وإنما المزاجية تغيرت ضد إيران والمظاهرات شعر المظاهرات بره بره يا إيران إيران بره بره عفوا وحرق الإعلام الإيرانية واشنطن لا تستطيع أن تتدخل الآن لأنه الوضع حرج وهناك يعني الشحن حتى الشحن الاجتماعي بأنه أمريكا هي التي جاءت بهذه الطبقة الفاسدة بما يسموها ولكن إيران أمريكا طبعا هي نعم أسقطت صدام حسين وعبدت الطريق إلى الديمقراطية في العراق ولكن هؤلاء هم الذين يعني أخلوا بالعهود والمواثيق وجاءوا ببعض الفاسدين ليحكموا العراق منذ 2003 إلى هذا اليوم هؤلاء أنا أقول الأحزاب والتيارات من كبيرها إلى صغيرها التدخل الأمريكا الآن لا أستطيع أن أقول أن أمريكا ستتدخل يعني تدخل فاعل بالساحة العراقية هي تريد أن تنأى بنفسها وتريد أن تبتعد عن العراق لأن العراق اعتبرتها فالدستيت يعني دولة فاشلة أو نظام فاشل بالعراق وتجربة أمريكا تجربة مرة خسرت 6 تريونات دولار على العراق تجربة فاشلة ومرة ولذلك أمريكا لا تريد أن تقحم نفسها بهذا المسألة تريد من العراقين أن يصفوا أمورهم بأنفسهم